الفيل وأصدقائه استيقظ الفيل ديمبو ذات صباح وأخذ يتجول في الغابة بحثاً عن أصدقاء فصادف قرداً فسأله هل يمكن أن نصبح أصدقاء أيها القرد؟ فقال القرد أنت كبير جداً ولا يمكنك التعرجح على الأشجار مثلي لذلك لا يمكن أن أكون صديقك ثم تركه القرد وغادر ثم مضى في طريقه حتى قابل أرنباً وسأله عما إذا كان يمكن أن يكون صديقاً لا فأجاب الأرنب أنت أكبر من أن تدخل جحري لا يمكنك أن تكون صديقي فأكمل ديمبو طريقه بحثاً عن صديق آخر ثم التقى الفيل بدفضع وسأله عما إذا كان يمكن أن يكون صديقه فقال الدفضع أنت كبير جداً وتقيل ولو يمكنك القفز مثلي أنا آسف لا يمكنك أن تكون صديقي ثم التقى ديمبو بثعبان فطلب منه أن يكون صديقه فحصل على نفس الرد أنه كبير جداً ولا يمكن أن يكون صديقاً لا في اليوم التالي كانت جميع الحيوانات في الغابة تجري خائفة فأوقف ديمبو دباً وسأل عما يحدث فقال الدب إن نمراً يهاجم جميع الحيوانات التي يراها أراد الفيل ديمبو إنقاذ الحيوانات الضعيفة الأخرى فذهب إلى النمر وقال له من فضلك يا سيدي أترك أصدقائي وشأنهم لا تأكلهم لم يستمع النمر لكلام الفيل ديمبو وطلب منه أن يهتم بشؤونه الخاصة فركل الفيل النمر وأخافه فهرب بعيداً ثم عاد ديمبو إلى الحيوانات الأخرى وأخبرهم بما حدث وعندما سمعوا كيف أنقذ الفيل حياتهم قالت الحيوانات في انسجام تام أنت حجمك مناسب جداً لتكون صديقنا وأدركت الحيوانات أن الصديق الحقيقي ليس بشكله أو حجمه أو لونه وإنما بإخلاصه وحبه لصديقه ترجمة نانسي قنقر